في سنة 2020 كافية تسمها تيفين كانت عايشة في فرنسا كان عندها 15 سنة البنت دي داخلت تاخد شاور زيها زي اي حد جاية من المدرسة بتاعتها وداخلها تاخد شاور ملت البنيو وداخلت الحمام اخدت معها الموبايل والشاحن واخدت مشترك قهرباء عشان توصل الشاحن المشترك وتتصفح الانترنت وتتصفح الموبايل بتاعها اسناء الشاور لكن حدثها ما لم يكن متوقع انا دايما بقول ان المصيبة ما بتجيش تقولك انا جاية في السكة المصيبة بتجيلك فجأة ربنا يعافينا امها كانت قادة في الصالة وساملت صوت صراخ شديد وبعتها الصوت انتهى وده معناه ان البنت توفت بشكل مباشر نتيجة صعق القهربي نتيجة تفاعل المياه مع القهرباء والخبر ده هز فرنسا بل هز ارجاء اوروبا كلها وصدر تحذيرات في جميع ارجاء فرنسا بعدم استخدام اي موبايل داخل الحمام خصوصا وبيت تحديد لو معاك الشاحن والحقيقة دي مش حدث القولة من نوعها برضو في نفس العام بنت في عمستردام كان عندها 13 سنة حصل نفس الموقف معاها ولكن امها كانت ذكية البنت كان يستخدم التليفون والتليفون كان متوصل بالشاحن وسقط منها في البنيو مما ادى لصعقة قهربي للبنت ولكن الام هنا لما سمعت صراخ في الحمام جريت على طول على المفاتيح بتاعة الكهرباء ونزلتها كلها وبكده يحمي الفتاة بشكل مؤقت الام بتحكي بطول انها رحت على الحمام وسحبت البنت من البنيو لحد ما تصلت بالاسعاف وجوم خدوها البنت ما ماتتش ولكن 13 سنة وعندها فقدان زاكرة مش هترجع تاني وده بسبب السعق اللي المخ تعرضه لدرجة البنت اصلا مش فاكرة لحظة سقوط التليفون في الحمام لان الكهرباء اللي المخ تعرض لها كانت 240 فولت ومؤخرا من يومين بنت اسمها ماريا انتوني البنت دي كانت عايشة في ايطاليا وكان عندها 16 سنة حصل نفس الموقف معاها التليفون برضو سقط منها وكان متوصل بالشاحن والبنت ماتت على الفور والبنت كانت قاعدة لوحدها في الشقة ولكن كانت على مكالمة بزملتها فما كانش فيه حد اصلا موجود ان يسعفها حتى صداقتها عرفت ان البنت جرالها حاجة لان المكالمة تقطعت بشكل مفاجئ مع صوت صراخ زملتها اتصلت بالتوارئ على الفور ولكن لما راحت كانت البنت ماتت تخيل احنا نتكلم في عمار 15 و 13 و 16 سنة بيموتوا بسبب التليفون فحرفين استخدامنا للتليفون بشكل خاطئ بايهادة حياتنا على جميع النواحي حتى لو الانسان مبادش كفان هو بيموت مخك وانت عايش مخك دايما بيكون بحاجة للدوبامين وانت مش عارس تداله منين فبتبسك التليفون وتتفرج بقى على الريلز وتتصفح الشورت صغيره والاول مرة في تاريخ البشرية المخ البشري يتعرض لكمية المعلومات الرهيبة في ثواني معدودة حرفين انت في حوالي ساعة بتدخل لمخك كمية معلومات ضخمة هو مش بتبرمج على ده ولا متعود على ده فانت حرفين بتدمره بتجيب له تبلد في المشاعر ببقدرش يفرق بين الحزن وبين الفرح لو حصل موقف حزن مع الوقت مش هيأثر فيك ولو موقف فرح مش هيفرحك لان موقف بتعرض لحاجات متناقضة فجأة فيديو فرح فيديو جميل يسعدك وفجأة فيديو حزين ففي تضارب في المشاعر في نفس التوقيت ومع كامل الاسف احنا بتعامل مع التكنولوجيا بشكل خاطئ تعاملنا مع التكنولوجيا على انها حاجة بتلب اللي احنا عايزينه مفيش حرص ولا فهم من التكنولوجيا اللي نحن بيستخدمها وده اللي ممكن يؤدي بحياة واحد فينا على قدر الله فالمبايل اصبح شيء يهدد حياتنا فيا جماعة لازم نحسن استخدامنا للتكنولوجيا بشكل كويس وإلا زي ما قدتلك الموصيبة ما بتقولش انا جاية الموصيبة بتحصل مرة واحدة اكيد الحزر لا ينجي من القدر ولكن الوقاية خاره من العلاج فحافظ على نفسك وخلي بالك من صحتك انا عارف الفيديو ده فيه اللي يتفق معي وفيه اللي يختلف معي ولكن انا قررت عمله عشان نبيعك وحذرك لان حياتك غالي عليك وانت هتش مرة واحدة احنا مش في لعبة ممكن الواحد يموت ويرجع يشتاني غير بقى في الحياة الابادية بعد كده ولكن انا كلامي على الدنيا فحافظ على صحتك وخلي بالك من نفسك وبعدين اصلا استخدامك للتليفون في الحمام بيؤدي الامراض يعني بصراحة الواحد يستح ان هو يذكر الامراض دي قدام الكاميرا فانا هسيب لك لينك في تسكريبشن ادخل كده اقرأ اقرأ وشوف التليفون ممكن يؤدي الامراض ايه بسبب استخدامنا له في الحمام الدرجات الى الدرجات التليفون بقى واخد حياتنا بشكل غريب بتصحى من النوم على التليفون في المرحاض على التليفون في الشغل على التليفون فاي وقت من اليوم قاعد فاضي بتعمل اي حاجة او فاضي ماسك التليفون مرتن كوبر اللي اخترع اول موبايل اللي هو كان مترلة اتطلع في تصريحي وقال لك يا جماعة سيبوا التليفونات وايشوا حياتكم بطبيعية التليفون مبقاش وسيلة التواصل بيننا وبين بعض التليفون بقى حاجة مرعبة في حياتنا فلازل نخلي بالنا ونحافظ على حياتنا اتمنى تكون فكريتي من الفيديو ده وصلت والفيديو يكون عجبك فلو عجبك طبعا اللايك مهم جدا تشارك في القناة وتفعل الجرس وشارك الفيديو مع غيرك عشان غيرك ياخد باله وحافظ على نفسك واتمنى السلامة للجميع اشتركوا في القناة